دكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري عايزة تنيل مع حضرتك إلى ملف استيراد الأقماح والدرة وفولسوية تردد تردد يعني أن مصر هتعدل بعض الاشتراطات عشان تفتح مناشئ جديدة للأمح والدرة وفولسوية عشان واجه عدم وفرطها في الأسواal العالمية إيه حقيقة الكلام ده؟ الكلام ده غلط تماماً وليس محل دراسة أصلاً يعني هذا الكلام ليس محل دراسة في الأساس مصر دايماً سباقة في اتخاذ الإجراءات الاستباقية مصر بالفعل قبل ما تحصل أزمة روسيا وأوكرانيا إحنا كنا معتمدين أكتر من 20 أو 21 منشأ للأمح للأقماح على مستوى العالم وبالتالي حصلت مشكلة في أوكرانيا بقى عندنا 20 دولة غير أوكرانية نستورد منها حصلت مشكلة في روسيا بقى عندنا 19 دولة غير روسيا نستورد منها والدرة دكتور أديه وفولسوية والدرة عندنا 14 منشأة معتمد للدرة عندنا الفول الصوية أكتر من 12 منشأة معتمدين على مستوى العالم وبالتالي إحنا بنطمن السادة المشاهدين أن مصر في أمان تماماً فيما يخص أزمة أو سلاسل الإمداد الخاصة بالحبوب الاستراتيجية أو اللي بنسميها السلع الاستراتيجية لالأمح والدرة والفول والدليل إنها موجودة في المواني والدولة بتتحرك حلها جين أجمع بالضبط إحنا كل مشكلتنا مع هذه المنتجات فقط ليست مناشئ وإنما مشكلة أسعار برصة العالمية نتيجة أزمة روسيا وأوكرانيا وده لا دخل الدولة المصرية فيها عشان برضو الناس تبقى عارفة إن الأسعار ارتفعت في البرصة العالمية للحبوب طن الأمح بعد ما كان بـ 220 دولار أه بعد ما كان بـ 220 دولار طن الأمح بقى بـ 500 دولار فطبعاً الحاجة بتيجي مصر غالية جداً لكن كمصدر بقى وكتوفير المنتج بالاشتراطات الحجرية الخاصة بالدولة المصرية لا تهاون فيه نهائياً بالعكس أنا رفضت مركب أمح فيها 55 ألف طن كانت جاية أمصر الشركة طلبت إنها تيجي مصر كانت موجهة إلى تركيا وتركيا رفضتها الشركة قالت إنها تيجي طلبت إن احنا ندخلها مصر تواصلت مع الحجر الزراع التركي اكتشفت إن الشحنة كانت مصابة بأحد الآفات اللي مصر بتمنع دخولها رفضت دخول المركب أصلاً أمصر كلام ده لسه من أربع شهور أو خمس شهور في عزة أزمة الأمح العالمية إحنا بنتعامل مع الأزمة بدون تنازلات الليه الدكتور أحمد العطار أصر على عودة لجان الفحص في دولة المنشأ من الحجر الزراع المصري المركب الأمح بتيجي من بره حجمها 63 ألف طن لو جت ودخلت المينة من غير ما تكون جاي وأنا متطمن عليها من بره بيحصل إيه؟ بتوقف في المينة أسبوع أو عشر تيام في الغاطس أو في العرصيف قبل ما تفرغ شحنتها على بال ما أنا أفحصها وأخد منها عينات وأحللها وأتأكد إنها سليمة ولا مسليمة وبعد كل دا برضو ما ببقاش متطمن مية في المية وبسمح لها بأنها تنزل وبفضل أعود أتبحها بعد ما تنزل لحد ما تروح الصوامع وأخد منها عينات وأعمل وأحللها وأفحصها وأغربلها وأعمل كل الإجراءات دي كل الخطوات دي بتتكلف فلوس كتير جدا على المستورد المصري اللي هو بالنسبة لنا هو هيئة السلعة التامونية اللي هي الدولة المصرية وطبعا دي تكلفة في فاتورة الاستراض عالية جدا طب البديل إيه؟ إن لما بيكون عندي لجنة متخصصة فنية من الحجر الزراعي تم اختيارها بعناية وباختيار عناصر فنية مميزة وعندها خبرة عالية في الفحص سافر اللجنة دي في دولة المنشأ بتعمل إيه اللجنة دي؟ بتفحص المركب قبل ما يتعبى فيه حاجة بتفحص العنابر تتأكد إن العربي بنفعش أي قفات دا مش متاح بعد ما المركب تيجي بنتأكد إن العنبر سليم قبل ما يتعبى قبل ما يتشحن يعني قبل ما الصومعة تبدأ تفرغ في الأمح اللجنة بتاخد عينات من الصومعة اللي هي العينة الزيرو اللي هي قبل ما الصومعة تبدأ تفرغ في المركب نتأكد إن الصومعة سليمة والأمح اللي فيها سليم قبل ما تفرغ بعد ما الصومعة بتفرغ كل ما السير أو اللي هو الجهاز اللي بيفرغ من الصومعة في المركب كل ما الجهاز دا شغال بيتم سحب عينات عشرات العينات ومئات العينات بيتم سحبها أثناء التحميل وماللجنة الحجر الزراعي قعدة فوق المركب وبتعاون مع القبطان المركب وبيتم فحص العينات دي لضمان إنها سليمة طيب لجنة الحجر الزراعي لقيت صومعها فيها مشكلة بيتم إيقاف الشحن فوراً وبالتالي لما بتيجي المركب مصر بابقى متطمن إن الشحنة اللي جات بالكامل من الأول من أول خطوة من قبل ما تفرغ في المركب وأنا متطمن لجودتها ومتطمن لخلوها من أي آفة حجرية أو ما توصل الميناء مجرد باخد منها عينا عينا احترازية علشان أحللها اتطمن بس إن كل حالة تمام وبفرغ فوراً طب لو حضرتك بتبحث هنا أكيد طبعاً بتاخد عينات لما المركب تيجي مهما كنا فحصانها برما طبعاً طبعاً لقينا مشكلة بتترفض المركب فوراً بس هنا الرسك طبو اللجنة بتاعتنا اللي راح يجي لا ما هو ده ده ما حصلش يعني المركب اللي بتيجي بلجان احتمالية إن المركب بعد ما تيجي تترفض ده احتمال يعني شبه مستبعد إنما ممكن مركب جاية من غير لجنة وارد جداً إنه فعلاً تكون مصابة ده احتمالية الإصابة عالية جداً وده بيترفض وبترجع لسه رفضين مركب فول سوية من كم يوم يعني فول سوية اه نحن عايزين الفول سوية عايزين الفول سوية بس آسف ما ينفعش يدخل بدم مصاب طيب دكتور